استنفرت المصالح الأمنية بالعاصمة الرباط عناصرها إطرة تعرض منزل وزير في حكومة عزيز أخنوش للسرقة وفقاً لما أوردت بعض المصادر فإن اللس الذي تمكن من اقتحام منزل الوزير نجح في الاستيلاء على عدد من الأشياء التمينة واستغلاً عدم تواجد المسؤول الحكومي وأفراد أسرته وأضاف ذات المصدر أن الشرطة العلمية والتقنية وعناصر متمرسة من الشرطة القضائية انتقلت إلى المنزل المذكور من أجل البحث في خيوط هذه الجريمة والوصول إلى هوية اللص أو اللصوص المفترضين وذكر ذات المصدر أن تحقيقات عناصر الأمن امتدت لتشمل محيط بعض الأسواق التي تستغل عادة في تصريف المسروقات بالعاصمة الرباط وهو ما أسفر عن العثور على بعض الأغراض التي تنطبق عليها المواصفات الواردة في المحضر المتعلق بالقضية وتبعا لذلك تم توقيف أحد الباع واغتياده إلى مقر ولاية الأمن حيث أصفر التحقيق معه عن تحديد هوية اللص الذي اقتنى منه الأغراض المسروقة ومن تم جرى توقيفه بمقر سكنه بقرية ولاد موسى بسلاء ومكنت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز بقية المسروقات التي كان يخزنها المشتبه فيه داخل غرفة يكترها بحي القرية الشعبي بسلاء والتي ضمت عدد من الحواسيب والتحف الفنية والمجوهرات والحلي الدهبية إلى ذلك تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معه قبل إحالته على العدالة